والمفروض انت فوق النقاشات والشتارع كي غلي والمآسي وقعه والبلاد كتتسبي امينا ويسراتا وساكت ده باللو كي يقولك حرية التعبير واش حرية التعبيرين كن بحال زكريا مومنية كنسب ديك الوقاحة اللي مع مرا وصداد بكيتي وبستيلي الدين تشبعتي وديتي جوج قريمات والنهرة قدروليك نود ونود وليك تبا قدرولي ثوري وما من أحد كتجين غيري يقولك لا هندافع على بلادي انا ضد الحكومة وضد الاحزاب وضد السلطوية وضد 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 ولكن من اللي كتقاس بلادي ورموز بلادي هنقول لي حشم على عراضك هزاكريا مونيرا سبا في حقكم هالمغاربة سبا في حقكم ان ولا واحد كيحشموه كيحشمو يدافع له انا لا عندي مواقف وراديكالية كتر يمكن من الراديكاليين كلهم اللي كيتكلموا ولكن عندي طريقتي في تصريفها وفي بناء الفكرة وفي تغير حقيه ممكن نكون غالط فيه ولكن نخليه زكريا الممني هو البطال والله لا كانت ليه والله لا كانت ليه ضرب القرموما مع راسه تشبع ونهار سدو عليه ولا بطال بغي دير الثورة في المغرب قللك بوقاحة بقلة أدب على الأقل للإنسان بغي يكون معارض وغا شوية يراعي التاريخ ديال البلاد ويقول خصين يكون في واحد المستوى فكري وكل شي ساكت علاج حيث إلى دوا يقولوا ليشراك المخزن لا نمر الله ما يشري لي المخزن ولا قادر يشري لي ولا المخزن براسه عنده تماني ولكن غادي نقول شوف السي زكريا ممني ومنهم على شاكيلاتك ومنهم على منواليك واقسم بالله إلى القمة ديال الحقارة والأحقارة هو كذلك اللي كي يصمت على هاد الشي ده أنا تكلمتي قلتي على المسألة مهمة زميلة تلقينا في موقف ديال الدولة وش مشكلة؟ أنا كنظن معارضين كبار معارضين كبار في البلاد اللي بقيمتهم الأخلاقية والفكرية والسياسية تلقاهم مع الدولة في محطات كثيرة بل كانوا شركاء بيانسور ديال الدولة في محطات محساسة إنسا في المصالح هرا ما بنواش ما بنواش ما بنواش معنش كون هرا بنو المعارضين السابقين سيبزكرين الله يرحموا فاد النار ومنهم علاقي للحياة اللي كتر من المتالهم عبد الرحمن اليوسفي اللي بنى التناوم هرا كان كي ما بقالي غي هز السلاح الفقير البصري نهار رجاع را كان عارفوش كونه هو رفقي البصري براهام السرفاتي نهار رجاع لكن عارفوش كونه هو براهام السرفاتي إذا را ماشي سببا مش انتها دا بتتخيرنا دلمعارضين لا دا با هدا قلتي ممكن تلاقا مع الدولة معارضات اليوتيوب غي هو دا با أنا كنت راح سؤال بسيط واش فاش نقول بأنه زكريا مومني صعلوك واش ضروري خصي عايت ليه شي حد بش يقولها ليه وإلا ما فيهش عرق مغريبي عا سيلي أنا ضد المالك وضد الملكية وضد ضد معد شنوقين جاع فادي البلاد ولكن هادا كرا رأيس مؤسسها اسمي سارة الشريف بش تخرج بوقاحة ومعد ما عارض تلوقاحة كلمة رومانسية في حقه وكن عارفو البذاءة ديالك وكن عارفوك بأنك انت مل جاميلة وبغي الدير مناضيل وامتيقينك شي وحدين وكيصف قولك شي وحدين او تلي ما صفقش ليك عالاقل ساكت أنا كنقول من الإجرامي في حق البلاد هو أنه الإنسان مليك تكون شي حاجة خيبة كننضلها كلنا نهبه أبات رجل واحد مليك يكون شي واحد من بارك نقول لا ما نعطيهش قيمة قال لا الشريف نعطيه قيمة وذك الصاحبون اللي في ألمانيا حاجبوا لا ما عطيه شنو اسميتو او حيت حق الله باللاتي ألمانيا باللاتي حبس نرجعوك نصورو البلاد بذك السوداوية وإذا دويتي خسلي داب الحموشي عيطلي وش ضروري زي ما خسي عيطلي الحموشي وعيطلي ما عطيه شكون وعيطلي شي اسمه قيمة ما كنعرفوه را اللي كانوا كي عيطوا ليهم رامشا ودوا الفلوس وخرجوا للخارج را هادو كومال اللي كانوا كي عيطوا ليهم وكيتذكروا معاهم قبل ما يجي الحموشي قاع ليه قبل منه إذا ما نقاش كنضحكوا على بعضياتنا ونخلقوا واحد صور وهمية كاذبة وبكثرة تداولها كترجع حقيقة كريشيهات للطعم فهد الناس أنا عبدو ربيانا معادي ما نخسر اللي يخد عطاني قريمي حيداري ولي عطاني فنسكني حيداري ولي عطاني شي حاجة فوق من صالي رحيداري أنا ما عندي وكأتي حدى الجميع وليش دعلي شي حاجة أنا كنقول لي فضحني اللي 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 يسترك